بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب مع الدرس الثاني مادة العلوم للصف الأول لابتدائي الفصول الأربعة في أي فصول السنة تتفتح الأزهار أو في فصل الربيع في فصل الربيع كيف تدفئنا الملامس؟ لو أتيت زجاجتين ووضعت فيهما ماء ساخن ثم بعد عشر دقائق نقيص درجة الحرارة في الإناء المكشوف والإناء الذي عليه قماشة سميكة أتينا بإناءين وضعنا فيهما ماء ساخن لففتوا إناء بقماشة سميكة والآخر تتركتو أي ما سيبرد أولا؟ الذي سيبرد أولا؟ المكشوف إذن القماشة السميكة حافظت على دفء الإناء الثاني هذا هو ما يحدث لنا إذا ارتدينا المعتف في الشتاء في الطقس البارد كيف يشبه لف قطعة القماش حول إرتدي المعتف خلال الطقس البارد؟ أقول له يحافظ على درجة الحرارة المعتف يحافظ على درجة الحرارة في جسمنا كذلك القماشة حافظت على درجة الحرارة هم الاثنين تبه بعض أنهم حافظوا على درجة الحرارة ماذا يحدث في الربيع؟ أول حاجة لابد أن نتعرف على المفردات الفصل الفصل هو جزء من السنة أربع شهور تقريبا الربيع الصيف الخريف الشتاء هم أربع فصول كل فصل ثلاث شهور ثلاث شهور لأن ثلاثة فأربع واثناشر الفصل جزء من السنة ثلاثة شهور تقريبا ثلاثة شهور تقريبا عازم معنا الفصل وهنا أربع يعني ربيع والصيف وخريف في السنة أربعة فصول هي الربيع والصيف والخريف والشتاء الربيع الصيف الخريف الشتاء الربيع يكون الطاقس مشمسا ساعات طويلة ويكون الجو دافئا وتنمو النباتات التي توفر طعاما للكثير من الحيوانات في الربيع تبدأ أظهار النبات في الظهور بإمامة ظاهر الربيع في بلدي تبدأ الأظهار في الزهار وتلد كثير من الحيوانات تبدأ النباتات في الزهار وتلد كثير من الحيوانات ماذا يحدث في الصيف؟ يأتي الصيف بعد الربيع وهو أشد الفصول حرارة والطاقس فيه جاف ومشمس ساعات أطول من فصل الربيع يبقى الصيف حار جاف مشمس ساعات أطول من الربيع يفضل الإكثار من شرب السوائل في فصل الصيف يفضل الإكثار من شرب السوائل في فصل الصيف لتعود العرق الذي نفقده أثناء درجة الحرارة العالية نعوده بسوائل والعصير الطبيعي أفضل من العصير الصناعي لأن العصير الطبيعي ليس في مواد حافظة ولا يضر جسم الإنسان كثير من النباتات تثمر في فصل الصيف ويتوافر للإنسان غذاء كثير ما مظاير فصل الصيف في بلدي في الصيف نباتات كثيرة تأكلها ليه؟ الحيوانات ممكن نقول له لما قلناش في الشتاء يعني قلنا من غير كتاب الحرارة شديدة والشمس مشرقة مدة طويلة وكثير من الغذاء يتوفر بسمر النباتات حرارة شديدة قلت أكتبالكم لكن صف أول ليس مطولة بالكتاب تثمر نباتات كثيرة في فصل الصيف مثل العنب والتين والخوخ والكمسرة ماذا يحدث في الخريف؟ الخريف يكون الطاقس مشمسا ساعات أقل من الصيف ويصبح الطاقس معتدلا أقل في الشمس الساعات الشمس تكون أقل والتاقسي يصبح معتدلا بعد أن كان حارا في الصيف وبعض النباتات تتغير ألوان أوراقها وتتساقط تذبل وتتساقط وتتغير الألوان تبقى الحيوانات على الاستعداد لفصل الشتاء فيصبح فراء بعضها أكثر سمكا وبعضها ينتقل إلى أمة بافئة يبقى الأشجار أوراقها تتساقط وتتغير لونها الجو يصبح معتدلا والشمس ساعات الشمس الأقل الحيوانات يصبح فراء بعضها أكثر سمكا وبعضها ينتقل إلى أماكن دافئة مثل الطاير شوف الطاير تهاجر تهاجر هذه الطيور بحثا عن الدفت وتتساقط أوراق بعض الأشجار في فصل الخريف ماذا يحدث في الشتاء؟ الشتاء أشد الفصول برودة عكس الصيف أشد الفصول حرارة الصيف يكون الطاكس فيه مشمسا ساعات قليلة أقل الساعات وتتساقط فيه الأنطار وأحيانا البرد والثلوج وفي الشتاء تقل النباتات حلي بالك الصيف بتكثره والربيع تزدير النباتات فلا تجد الحيوانات طعاما يكفيها فيعتمد بعضها على ما جمعه في فصل الخريف أما بعضها الآخر فينام حتى يأتي فصل الصي الربيع يسمه بيات شتوي بيات شتوي شوفوا كده هذا الثعبان ينام في شقوق الجبال حتى يأتي فصل الربيع ينام هنا أثناء الشتاء يعمل بيات اسمه بيات شتوي طول فصل الشتاء ينام ويكمن هكذا يبقى بعض الحيوانات تنامهم حتى يأتي فصل الربيع وبعضها يعتمدوا على الطعام جمعه في فصل الخريف مثل النمل هذا الثعبان ينام في شقوق الجبال خلال فصل الشتاء هذه فصل السنة هذا فصل الربيع تزدهر الأوراق أوراق الأشجار ماشي بعد كده ما كان فيه أوراق خالص في الشتاء هنا في الخريف أول شيء هنا الصيف موجودة الأوراق بعدين في الخريف بدأت تزمل وتتساقط الشتاء الأوراق الأشجار بدون أوراق في الربيع تبدأ في الازدهار ثم في الصيف تزدهر أكثر وتزداد السمار وتزداد السمار يبقى هذه صور معبرة عن فصول السنة عشان لما تشوف الصور تعرف أي فصل هذا السوداء وهذه الشتاء الصفراء وهذه الخريفة الخضراء قليلاً الربيع الصيف أكثر ظهاراً بعد أن انعت في الربيع ماذا يحدث في الشجرة كلها خلاص كيف تحصل الحيوانات على طعامها في الشتاء بعضها بعضها ينام حتى يأتي الربيع وبعضها يأكل ما جمعه في الخريف اللي هو الفصل اللي قبل يجمع ويعين قبل ما يجي الشتاء السؤال الأساسي ما التغيرات التي تحدث في كل فصل من الفصول السنة طبعاً إحنا مش هنكتب بقى كل نه هنقول في أول شيء عندي لو قلنا فصل الربيع تزدهر الأوراق الأشجار تزدهر أوراق الأشجار والجو يكون محتجل أما في الصيف فتسمر كثير من النباتات وتلد كثير من الحيوانات أما في الخريف تتساقط أوراق الأشجار وبعض الحيوانات تأكل ما جمعته في ما احنا بنتكلم عن الخريف لا ما هو الشتاء الخريف تتساقط أوراق الأشجار وتزمل ويتغير لأولوها وبعض الطيور تهاجر تبدأ الاستعداد للهجرة لمكان دافي إذا جاء الشتاء هاجرة أو يعني قبل ما الشتاء يكون هي مهجرة حتى لا تبرد وتموت في الشتاء يبقى الثاني الخريف الطيور تهاجر لمكان دافع القول بيكون معتدل الأوراق تزمل وبعضوها يتصاقط أما في الشتاء الحيوانات بعضها ينام وبعضها يعتمد على ما جمعه من طعام في فصل الخريف ويكون الجو بارد جدا وتسقط الأمطار وبعض أحيان يسقط البرد والسل وساعة الشمس تكون قليلة والحرارة منقفضة أما في الصيف يكون الجو حار جدا السمار كثيرة تلد الحيوانات الربيع تزر الأشجار وتخضر أوراقها ويكون أيضا الجو معتدل خلاص كده أصف أشياء مختلفة يقوم بها الناس في بلدي في كل فصل من فصل السالة مثلا في الربيع الناس تخرج إلى البر لأن الجو يكون محتدل في الصيف يذهبون إلى الشواطئ لأن الشواطئ تكون محتدلة في الشتاء يذهبون إلى المولات المغلقة لأن الجو يكون بارد ويرتدون المعاطف والملابس والملابس الثقيلة في الخريف يعودون إلى البر لأن الجو يكون معتدلا خلاص كده خلصنا هذا الدرس لا تنسونا من اللايك والاشتراك والتعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته